بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف السادسة الابتدائي في هذا الدرس طبعا هو الدرس بيه من عنوانه انه ملخصات الوحدة الاولى او ملخص الوحدة الاولى طبعا هذا الدرس موجه المن للطلاب مثلا طالب التمهيدي اللي ما يعرف شنو المهمات وايضا موجه الطالب اللي ناجح من الخامس للسادس والكتاب جديد اليوم ما يعرف شنو مهم وشنو يجيب الوزاري او احنا من كل طلاب نسأل الاستاذنا مثلا اقول الاستاذ بس اشر لنا المهمات حتى احنا نعرفهم لذلك هذا الدرس راح يكون فقط تنويه على المواضيع المهمة وغير المهمة في الكتاب والكراسة هسا نجي يونت وان طبعا هو فقط راح احتيان على الوحدة الاولى راح اجزئهن واحدة واحدة هسا راح اجي المن راح اجي لليونت وان الدرس الاول اللي هو يحتيلي على يونت وان اللي يحتيلي عن ماي فاملي طبعا هذا موجود بصفحة ستة انا وانزل حاول تنتبه على الصفحات هنا عندي ماي فاملي اللي هي شجرة العائلة هذان المفردات مهمات جدا جدا انت لازم تحفظهن لان موجودات في التمارين وموجودات في الانشاء ويعني موجودات في اماكن مختلفة ذان الكلمات شجرة العائلة مهمة جدا هذا واحد من المهمات ننتقل ايضا طبعا تحاول تكتب ليها هنا اسفل الصور هذا مني تريد تحل نجي لهذا هذا هنا يحتي على الانشاء انك شون تكون انشاء شون تكتب انشاء عن نفسك ليش؟ لان هو راح يجيب لك انشاء عندك يقول لك write about yourself and family اكتب عن نفسك وعن عائلتك فهذا انت تقدر تقتبس من عنده تسوي انشاء يخص بيك مثلا مكان ما تقول my name is وسام قول my name is علي my name is هدا شوف اسمك شنو تطلع عمر وتكمل لي اذن هذا تقريب يشبه الانشاء بعدش عندك هنا عزي الطالب بصفحة سبعة عندك how old اوكي وعندك how many هذن مهمات ايضا بالقواعد يعني يجيب لك ياهم بالقواعد how old is باسم sister how many cousins does باسم have هذن مهمات ايجي بالقواعد بعد شاء الله نسيت انوه عليها ان كل الدروس ان شاء الله ما للوحدة الاولى راح اكتب لك ياهم بالوصف وتقدر انت درس درس التابع وياك يعني هسه هذا يا درس يعتبر هذا الدرس الاول الدرس الاول هذا راح اعوف لك انا رابط الدرس الاول مشروح كتاب وكراسة بالتفصيل ننتقل نكمل هذن قواعد مثل ما قلت لك تلقاها المشروحات تدرر بالوصف ننتقل للدرس الثاني اللي هو lesson 2 الدرس الثاني يحتي لي عليها منع الجابس شنو الجابس الوظائف وظائف الناس مثل ما تلاحظ امامك هذي الصبر وين الكلمات اذن الكلمات هذن لازم تحفظهن ذن كلمات مهمة ذن كلمات مهمة لازم تحفظهن واذا مثلا ما تعرفهن راح تلقى دارس بالوصف يشرح لك عليهم هذن الكلمات مهمة ايضا بعد ننزل اكيد نفس الكلمات ذنية توضيح اخر مثلا والصورة هي اللي يدليك وتعرفك على الشخصية اللي موجودة امامك بعدش عندي عندي ذنني اللي هن الفقاعات الفقاعات هذن مهمات اوكي يعني يجيك بسؤال ما تش اربط لي هذه وهذه سؤال اربط هذه وهذه الاجابة مع السؤال مثلا هذا واحد ويا من تربط ها ويا هاي ولويا هاي اكيد لان الفاذر او الاب هو مذكر نقول عليه هو مهمات ايضا الدرس الثالث عزيز الطالب عندك ماذا هم يعملوا اذا عندك ربط بين الجابس الوظائف و اللي هي اماكن العمل هذن مهمات احتمال يجيب لك اياهن او تجيب هن المدر المعلمة الاج اربط فهذن اماكن العمل والوظائف الوظائف تقريبا عادا لكن وظائف العمل لا نفس يعني ذني نفس وذني يعني الجديدات عليك يعني مثلا يقل لك الفارمر اين يعمل الفلاح تقل بالفارم على سبيل المثال فهذه هي طريقة تجي او يجيب لك يقل لك اربط لمكان العمل بالوظيفة او مثلا يقل لك تشتغل وين بالهوم واذا باص درايفر وين يشتغل تقل لازم رودز فهذا ايضا اذا هذن مهمات جدا جدا هذه الصفحة عشرة عندك اللي جوا هذا الصندوق شنو هذا الصندوق ايضا مهم هذا الصندوق بحروف جر اللي هن الان والان والآت طبعا الان مع الاماكن المغلقة طبعا الاماكن العمل والأون مع الاماكن المفتوحة والآت مع الهم فهذا مهمات جدا جدا دير بالك عليها وعليها ثمارين بالكراسة هذا ايضا تكملة المنت للدرس الثالث امتجيني الهنان يقل قرأ وكمل الجمل بما انه ويتر نادل اذن وين يشتغل هي ووكس تط هنان حرف جر الريستورانت مثلا ترجع هنا تقرأ الحروف الجار وانت تلقي الدرس الثالث تلقي عليها شرح فانت تروح مباشرة للوصف تاخذ درس الثالث تاخذ شرح تقدر اتجاو بس هني قاعد حاليا اقول لك ماما مثلا هس الريستورانت قبل شوية لازم تخلي لتخلي لإن فهذه هنا الاجابة وشوف محلولات هاي صف 11 اما الدرس الرابع ف اللي يحتي لي على وسام على حياتي العاملية أو عمل عائلتي شي يسوون بصورة متكررة فهذا شرح عليها على وسام تصح لحنا قصة وسام كل نعرفها طبعا عليها مجموعة أسئلة هذن الأسئلة يجيب لك يا زين ستار هاي تجيك بالسؤال الأول شي يجيب لك يجيب لك أسئلة ويجيب لك عليها هذن الأسئلة فقط من هذن الأسئلة يجيب لك عليها طبعا هذا السؤال مشروع تقدر تحفظ الأسئلة فقط وما يجيب غيرها عندك هنا أدوات السؤال بالأضافة إلى الهو ماني اللي اخذتها والهو اولد اللي اخذتها هناك يضيف لك واتايم يضيف لك هو ويضيف لك وير هذان الادوات السؤال لازم انت تعرفين كطالب يعني يعني شنون نقول يجانب كثير من الاسئلة فانت لازم تعرفين لازم يعني لان مسيرتك الدراسية رح تتشوف وير وير ورح تتشوف هو و هو فلذلك اذا تحفظهم هسا مبكرا افضل هنا عندك نفس ما قلت لك هذا مهمات يجيب سؤال اربط بع عندي مي فيوريت جاب وضيفتي هنا اي وانت تو بي من اكبر اش اريد اكون اي وانت تو بي فهذه الصفحة فقط هتشي نيجي لهنان الصفحة هذة يعلمك ال ا وال ان ادوات التنكير ال ا وال ان ادوات التنكير ادوات التنكير ال ا وال ان اي وانت تو بي داكتر بكوز اي وانت تو هالب ال بيبول فهتشي يجي هذا السؤال يعني مو كلش مهم بس اريدك تنتبه لي اي وانت تو بي وراء الوانت تيجي بي او يجي فعل مجرد اي وانت شوف المن نيجي درس السادس هذا مهم مثل ما قلت لك وسام يجيك بالسؤال الاول هنا عندك هان وفرح همي جن وين يجن بالسؤال الاول بس هنا طريقة الاسئلة تختلف هسا هذا هان عزيز الطالب وهذه فرح هذي هان وهذه فرح الاسئلة اللي تيجي عليها تختلف يعني شون استاد تيجي عليها الاسئلة لاحظ يجي عليها نيس سونو هان هان تكتب لي يس هان هان تكتب لي يس الحق اللي يزرع الجاموس استقبل انت اكيد الاجابة نو فهذه الاسئلة على هان وفرح اجيب لك يا هان الاستاد معلمك او مدرستك وتكتب لي true false هذا مهم جدا 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 اوكي هذا السؤال اول فهذا انت تجيب لي قطعة مثل هذي او قطعة مثل هذي عزيزتي مثل هذي او مثل هذي وش تسوي لك تسوي لك عليه هنا true false مثل ما تشوفين هنا مثل ما تلاحظين فهذا السؤال اما هنا هذا ايضا مهم يجيب لك مثلا my father my father يخلي لك بين قوسين تعوض عنه بشي الابو المذكر شي ياخذ هي او شي فهذا يجيب لي شبين قوسين هي وشي وانت تختار اكيد رح تختار هي لان my father مذكر فهذا على الضمار نكمل هذا طبعا هنا عندك درس للمطالعة مو مهم هذا لحد هنا درس للمطالعة مو مهم وهذا ايضا هذا الدرس شنو فائد تستاذ هذا الدرس انك اذا قرأتك ضعيفة تقدر تقوى قرأتك بي تقعد تقرأ قوى قرأتك بي فقط هذا الدرس للقراءة فقط تقرأ بي اذا عندك ثمان صور هذا ما موجود وين في الكتاب للوحدة الاولى رح في كتاب طبعا ملون كتابك رح ننتقل من كتاب النشاط طبعا كتاب النشاط رح نبدأ من البداية عزيز الطالب عندك هذا التمرين اي مهم شون مهم يجيب لك اربط المذكر مع المؤمن اربط مذكر للرجال والنساء للرجال والنساء فانت تجي الماذر مع الفاذر الانت مع الانكل الكوزن مع الكوزن طبعا كلمة كوزن بنت عم او بن عم نفس الشي والقراندفاذر والقراندفاذر والبراذر مع السستر وهو رابط له بس الاولى سؤالة الرابعة رابط لك مع الاولى فانت تكمل هذا احتمال يجي تمرين اربط هذا ما نجي التمرين بي لاني كلمات العائلة تكتب ليها هنا اللي قلت لك بالكتاب هس حاول تجمع لي يعني اللي حجيت بالكتاب راح يجي هنا الشغل عليه لان هذا كتاب الكراسة وكتاب النشاط اي اطبق اللي مهم بالقواعد يجيب لك يجيب لك يجيب القواعد فهذا مهم شون يجي هذا يقول لك الماذر القوم نقدر نقول مام او مامي الفاذر شو نقول نكتب لي اما دادي اما دادي زين الغراند ماذا شو نقول نقول زين غراند فاذر غراند با وسطة الفكرة هذا مهم بعد نجي هنانا هنانا يعلمك شون تكتب انشاء يعني تحور هذا الانشاء اللي هو على وسام تكتب عليك مثلا ماي نيم از علي ماي فامالي لفز ان وين بازرة نجف اربيل وين تكتب هنا فتحور وبعدين تجيب هذي الجملة تجمع حصير عندك انشاء بسيط وان شابح الانشاء بطريقة جميلة وسلسة جدا بعد ان شاء الله ترك لك يا بالوصف وشوف وتطين رأيك عندك الدرس الثاني تمرين اي مهم جدا ايضا شون يجي هذا يقول لك داكت شعوز هو صير طبيب داكتور وار ويت شعوز هو صير نادل ويت تيج تيج باص درايف درايفر انجين فامر فهنا لك كلمات عايزات احرف يجيب هاي الكلمة داكت وسويها داكتور يقول لك الويت لازم شصير لازم تشضيف له ضيف له هذا هتش يجي هذا التمرين للاطلاع هذا التمرين للاطلاع نجي لهذا التمرين يقول لك اكو اخطاء هنا عندي انت الصح طبعا هذا شوية تمرين صعب يعني اراد الطالب يدرسون بشكل الصحية حتى يفهم شنو المطلوب من عنده يعني ما عرفان الغاية من هذا التمرين على العموم نجي مثلين هنان اي هاف تو كوزنز هنا عدي اس لازم لان تو يجو وراها اس جمع راح اشرح بصورة سريعة اي هاف شوف هنا اي هاف صح هنا ميصر اي هاز اي هاف بعد اي هاف اي هاف اي هاف يعني with لازم تكتب aunt بعد my brother name is callid my brother هنا اس تملك لازم اي هاف تملك my brother name هنا اصر اس تملك i lives لا هنا لازم فعل مجرد i live بعد my brother is older هنا لازم er مقارنة وهو بعد ما ماخذ المقارنة ويطي مقارنة هنا ماشي my cousin has لا my cousin is 13 مكان الهاز is 13 عمرة 13 سنة هذا التمرين هتش يجي بعد عدك then couples قلت لك يجي اربط نكمل هنا يحتي لعليم يحتي لعلى حروف جار مثلا hospital in hospital من هو الشخص اللي يعمل بال hospital فهنا تحط حرف جار وهنا تخلي لل jobs الوظيفة هنا حرف جار وهنا وظيفة هذا التمرين ايضا من التمارين المان فهنا يقول اكتب جمال عن نفسك ما ان علاقة به هذا التمرين هم مو ذات اهمية يعني مثل ما تلاحظ هنا تشوف هذا المان للدكتور تكتب للدكتور طبيب هنا تشوف هذا الويتر الى آخره بصد الذكرة يعني مو كلش مهم ما يجي بالإضافة الى هذا يحتي لعلى الزمن المضارع البسيط وشرح موجود ايضا يعني هاي الصفحة كلها تحتي لعلى المضارع البسيط اما الدرس هذا هذا مهم جدا جدا هذا الدرس علي عشر درجات ويجي من عنده دائما اللي هو يوم النادي اللي يحتي لعلى احمد هذا مهم مهم كلش مهم فدير بالك علي عزيزي الطالب طبعا هو شون يجي يجي بنقواس اختيارات مثلا يجي لك متى تبدأ خدمة الافطار مثلا الغيوب اش وقت بالستة لو بالستة ونص اكيد ترجع لك الهنا وشوف الدرس تلقاها بالستة ونص وسط الفكرة محلول ومشروح تلقاها بالوصف بس مهم جدا بعد عزيزي الطالب تكملي الهنا ناخذ بهذا الدرس بس ذن الصفات ذن الصفات مهمات ليش يعني يحتبر المعاقصات ايزي صعب ايزي سهل ايزي سهل هارد صعب ممتع بورين ممتع معاقصة سيف هذن بس هذن الكلمات انا اريد من عندك او هما يردوهم بالوزاري من عندك بعد عندك الدرس الخامس شوف ال ا والن هذا ادوات تنكير هذا طبعا ممكلش مهم هذا ممهم بعد نزل شوية بعد نجي الهنا تمرين اي عندك ذن الكلمات عزي الطالب يقل الكلمة الصح اكتب قدامها صح والكلمة الخطأ حاول الصح فهذه يقل لك عود كلمة دكتور اكيد الاجابة خطأ لازم انت الصح حا هاوس وايف عوز هاي الاجابة خطأ لازم انت الصح الانجينير مثل ما شوفها صح تيتشر صح النيرس خطأ والدرايفر خطأ بس درايفر درايفر كلمة درايفر خطأ هم لازم انت الصح حا فنجل من نجل هذا هذا بإمكانه يجيب الانتح يعني كلش يعني محتمال يجيب الاستاذ او يجيب الوزار يعني يقسم لك جدول مثل هذا ويكفد عشر كلمات وانت تنزل كلمات اللي تخص العائلة مثل وتخص الفود الطعام اللي هو الخياط وتخص الفبس الأفعال مثلا حروف الجر مثلا احتمال يجي هذا ايضا التمرين مهم ودير بالك علي نكمل الدرس السادس هذا هم نموذج آخر من للانشاء يعني تقدر تحفظ هذا وتخلص تقدر تحفظ اللي انا بدرسك يا وتب كيف وسط الفكرة مع التحوير يعني مكان ماهبة تكتب اسمك او تكتبين اسمك ايام اراقي اوكي جيد عراقي يعني فتش حلو هذا الانشاء ايضا لطيف فانت تقريب يجي علي عشرين درجة هذا بالامتحان الفاينل بالامتحان النهاي مهم جدا 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 هذا انشاء الوحدة الاولى بسطة الفكرة كلمة punctuation معناها التنقيض هذا علي عشر درجات مهم جدا جدا التنقيض مهم دير بالك علي ان شاء الله انا رح اترك لك رابط واكتب لك التنقيض رح تلي عدك الدرس السابع هذا ما عندك شي مجرد تقوي قراءتك بي تقوي قراءتك بي هذا ايضا هنا هاي الفعالية شنو تقوي الكتابة مثلا تكتب ها هنا تنقل ها بعدين تحط ايدك على الكتابتها وعلى ذن الثيانات تكتب ها على الغيب لحد ما صحح الى آخرين فهن للخط هذا هنا ما عائلة وظائف وماكن عمل تكتب لي هنا هذا ايضا مو مهم تجيني الى هنا هذا آخر التمارين اللي موجودة بالوحدة الاولى هذا التمرين مهم جدا 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 هذا التمرين ينطيق صندوق ويقل لك اكمل لاني الجمل وكلمات من من الصندوق فهنا هذني اسئلة احتمال يجي هذا يجي نصا نجي لك يا الاستاذ احتمال يجي بالوزار في الصين فهذا مهم جدا عزيز الطالب وصد فكرة ندير بالك عليه هذا مثلا يقول من الذي يحمل الطعام المشروف في الصينية اوكي يشيل ها بالصينية من اكيد الويتر من يعمل في المدرسة فاكيد راح يكون تكتب لتيتر فهذا التمرين مهم جدا جدا لحد لهنا انتهت ملخصات او ملخص الوحدة الاولى انتظرونا ان شاء الله في ملخص الوحدة الثانية